نظرية المليار الذهبي هل سمعت من قبل عن نظرية المليار الذهبي؟ تلك النظرية الظالمة التي تجعل البشر طبقات منها ما يستحق أن يعيش على سطح الأرض والبعض يتم إبادته نهائياً من على هذا الكوكب تنص هذه النظرية على أن عدد سكان الأرض يصل إلى سبعة مليارات نسمة والموارد التي تنتجها الأرض سنوياً لا تكفي هؤلاء السبع مليارات نسمة من هنا نشأت نظرية المليار الذهبي أي أن هناك مليار شخص يستحق أن يعيش على الأرض ويستهلك من خيراتها وينتج فيها ويتزاوج أما الستة مليارات الآخرون فلا فائدة منهم ويجب التخلص منهم في أسرع وقت لأنهم يستهدكون من موارد الطبيعة وبالطبع المليار الذي يستحق أن يعيش على الأرض كما تنص نظرية المليار الذهبي هم الجنس الأبيض من أوروبا وأمريكا والجنس الذي يجب إبادتهم هم الطبقة الثالثة من المجتمع مثل شعوب الشرق الأوسط وأفريقيا هؤلاء الأشخاص الذين يؤمنون بضرورة تطبيق المليار الذهبي يعتقدون أنه بالفعل يتم تطبيق تلك النظرية الآن فيقول هنري كيسنجر نحن اليوم نعيش في عصر المليار الذهبي بالفعل ولكنهم لا يحتاجون لقتل ستة مليارات أخرى فهم ينهبون ثرواتهم ويحرصون على إبقائهم متخلفين ويأخذوا منهم ما يريدون دون مقابل أما تقليص السكان فيجب أن تكون الأولوية الأهم في السياسة الخارجية تجاه دول العالم الثالث ترجمة نانسي قنقر